يا صباح الفل صباح السعادة صباح كل حاجة حلوة على اجمل واحلى متابعين عندي في القناة النهاردة هعملكم روتين تشجيعي جدا جدا هشجع بيه بعضينا وانا بصراحة الشجة كانت لازم ان انا اعمل فيها الروتين دي لان الروتين دي تي هيقضيني لمدة شهر ليه يوم وفيله لان انا بالفترة اللي جاية دي مش هنزلكم فيديوهات بجد انا في حاجة هعملها هقولكم عليها اخر الفيديو فيعني انا هعمل حالة النظافة دي في الشجة اول حاجة علجنا على الغدى بتاعني علجت طبقت لحمي جبت اللحمة وعلجتها تسلج براحيتها خالص زي ما شفت في اول الفيديو وبعد كده انا مساكت الولاد جالولي يا ماما هنساعدك فهيمسحوا الخشب بتاع قط النوم اي حاجة والحطان برضو هنمسحها كلها لان الحطان اتوسخت خالص والمطبخ ده هعمله حالة نظافة شاملة وهنضفه والحمام هخصل برضو انا بوريكم كل حاجة جمع بنعمله طبعا ده الكنب انا فكيت الفرش الكنب بس بيش هخصل على الغسالة النص هو اوتوماتيك انا هخصل على الغسالة اللي هي الاوتوماتيك كامل هحطه محطة ورا حطة ايه ده يا مفيله انا اشتريت طرابيزة جديدة وعيش شكل الطرابيزة جميلة جدا اللون بتاعها جميل جدا بجد الطرابيزة دي الاصلي انا ماردش ركيب الطرابيزة اللي هي بيش اصلي لاني كانت عندي طرابيزة بيش اصلية كانت مع الزبان وكانت تكسر كل شوي بس الطرابيزة دي الاصلية فنوعها حلو واللون بتاعها جميل جدا بوريك ان هي متينة حلوة اه هي بشوقت بكان خالص في الصالة انا حطيتها جنب النيش وجنب الكنبة الصغيرة دي ما واخداش بكان معاي ولما بلمي بحطها فيها هي نفس الحيطة اه طبعا زي ما انتو عارفيني الصالة واسعي فاللون حطيتها في النص برضو تبقى حلوة خالص وقادي قط الاطفال بوريكم هنا الندم عاي شغل كنت مشغولة فيه اللي هو شغل الكنب اه عملت طب فصلت تلات كنبات انا نزلت طريقة التفصيل وطريقة القص على القناة التانية اللي هي قناة مشغل امي فادل الخياطة ادخل على القناة التانية هشوف طريقة القص ازاي والفيديو اللي جاه يبقى فيديو التفصيل انا بنزلها مع القناة التانية اه طبعا هنا من الولاد مسحولي قط النوم بالكامل الخشب كله ومسحولي التسريحة فيل وفلمون بصراحة ساعدوني مساعدة حلوة فادل بيقولكم حطونا لايك شجعونا بيه ويلا نشوف هنعمل ايه في الشقة ولازم انا هعمل الروتين الجامد دي نظافة عميقة بجد يعني في حاجات هوريها لكم وفي حاجات انا هعملها الوحدي على اساس الفيديو اللي انتو منزلهولكم ده في تلت ساعي ستقولي انا من دبلجام خليها يعني لو انا سبته على طبيعته كان جاعدته اليوم كله معاي انا طبعا فرش الكنب جليته زي ما انتو عارفين انا ممعيش بديل الكنبات فبس تنى لغاية ما الفرش ينشف من على الحبال وبعد كده اجيبه وافرشه في الصالة تاني طبعا انا هخلص الشقة كلها بالكامل بس للاسه كان فرش الكنب لسه مخلص عشان كده انا طبعا بيش هنزل لكم بيش هفرشي لكم الكنب ليه يوم فيه لو انتو بتعمل حاط النظافة دي اي طراب من الشقة انا هنطفو وهمسحو لاني في اخر الفيديو هجولكم ليه انا بيش هنزل لكم فيديوهات الاسبوع اللي جاي كله لان بجد فيه حاجة ضرورية جدا هعمليه هتمنعني عنكم لانا هنزل فيديوهات الايام اللي جاي ان شاء الله على خير بعد اخر الفيديو انا هجولكم ايه اللي انا رايحة اعمله فكانت الشقة لازم اعملها حالة النظافة دي طبعا انا كنست اي حاجة تحت الكنب زي متفقين مع بعضين لما تنطفت نطفي بضمير ستجوني انا تعبت جوه في الشقة بعد ما انا تعبت ستجوني بس لما الشقة نطفت وخلصت خالص كانت ليها منظر جميل جدا انا طبعا جبما اكمل الشقة كاني لغدا جاهز عملت مكارونا وعملت عليهم بامي وخلاص كده ودي اللحمة حمرتها عملت لها تومة واتبالت فيه وبعد كده لازتها في الفرن طبعا احنا هنتغدي الاول جبما نكمل الشقة وجوزي وجوزي جابينا بطيخة جميلة اللي انتم شايفينها دي بعد الغدا هقطيحها للولاد وخلاص كده انا خلصت الغدي وبعد كده هشوف هنعمل ايه في الشقة لان اليوم كان طوي جدا معاي فاحنا قلنا نتغدي الاول طبعا بعد الغدا الموعين اتكومت معاي ما انا عنديش بريل فانا قلت بدل ما اشتري بريل من بره فعملت الكيس البرل اللي انا نزلته لكم قبل كده في طريقة عمل البرل في المنزل طبعا انا وريتكم قبل كده وطريقة سهلة وجميلة اللي هو الكيس بيتخلط على بعضه والزوديه ميه وبعد كده البرل اللي واعين تقلو ستقولي بريل جميل جدا انا عملت عبيت جيركن كبير وعبيت جزيستيان عملت البرل اللي معاكم هوريكم دلوقتي هاخصل الموعين اللي هي بتاعت الغدا اللي انا اتغدت فيه طبعا والموعين اللي انا طبقت فيه اه ولت كده اخصلهم وبالمرة انا وبخصل الموعين رايح انظف الكوبايات الشاي وكوبايات الفطار وكوبايات العصير طبعا هنظف اللي هي الركن بتاع الشاي كله لازم انظفه واخصله وخليه زي الفل اه ليه يموثيله كده لان بجد بجد انا السوق اللي جاي مش هقدر اعمل اي حاجة اه في حاجة ضروريها عملها يعني فاخر الفيديو هقولكم عليه اه دلوقتي انا بخصل طبعا الموعين اللي انا اه تغدينت يا ده البريل اللي بقولكم عليه زادوا دولا معاي بعد ما عبيت الجيركن الكبير عبيت جزازي وعبيت منه مش شوية دول هنغسل الموعين كلها طبعا تدعكيه شايفين بيعمل رغوة جميلة جدا ستقول البريل اللي بتعمليه في البيت دي احسن بتاعه بره بكتير يعني انا البريل الازرق دي تفكرني بالبريل الغالي اللي كنا نجيبه الجهازة بتاعته بخمستاشر وبعشرين الله اعلم الجهازة بيجت بكام دلوقتي في الغالي اللي احنا فيه بس الكيس ده انا بيجيبه بعشرين جنيه بيعبيلي جيركن كبير وبيعبيلي جزازتين صغيرين اه انا شايفين الرغوة رغوة حلوة خالص وبيلمع معاي الموعين هوريكم دلوقتي الحالة الكبيرة لما نخسله اه بجد بيخليها بتلمع بتلمع خلي دايما نشجف تحتك تكون نظيفة اه انتي نفسيتك تبقى مرتاحة ليه انتي بتبقى نايمة على طول وتقولي انا تعبانة وبش جادرة انطف ليه ليه مش جادرة تنطف يعني انتي معاك ايه النهار كله قوم اليوم كله طويل معاك قوم كده الشجعي ويعمل الوراقي حتى لو انتي مش جادرة تعمل حاجة اعمل اوضة اوضة نطفي المطبخ في يوم الحمام في يوم الصالة في يوم يعني بيش ضروري تعمل كل حاجة في يوم واحد اه يعني دايما تنطفي خليك كده نشيطة على فكرة الجاعدة اللي انتي بتقعديها دي هي اللي بتسبب معاك انك انتي مش جادرة تقوم وتعمل حاجة اه جوم وتشجع وشوفوا مصالح ولادك وشوفوا مصالح بيتك اه هتلاقي نفسك انتي كده تنشطي وشجعتي ونضفت كل حاجة شايفيني البريل خلى الحلة معايا بتلمع بيجت زي المراية بالظبط اه ستكوني البريل ده جميل جدا جدا انا جربته وعن طاجره عشان كده بكلمك وعن بيجت زي المراية خلصت كده الموعين لا مش هخلص طبعا اعملية دلوقتي هدعك الحوض ونضفه تنظيفه حلوة والسراميك اللي في وجه الحوض والحنفيات ليه يمثيله على عشاء خاطر طبعا الحوض بيجي ملسلس من السمنة وبواج الحلل والحاجات ده انا لما اخسله هنضفه عشان لما اجيب الكوبايات بتاعت العصير وكوبايات الشاي وحطها جوه الحوض واخسلهم ستجون توسخوش منه الحوض نضف الحوض الاول وبعد كده حط بجا حط بجا الكوبايات بتاعتك واخسليهم طبعا انا الكوبايات الشاي والتانك والكوبايات كوبايات الميه اي حاجة تخص الشاي والشرب يعني كله هخسله دلوك مع بعضهم والصواني برضو هخسله بس انا هخسل معاكم الكوبايات بس وبعد كده هكمل مع نفسي خلاص كده ادعكت الحوض وخليته بيجي بيلمع بيلمع هنطف الحوض وهرص الكوبايات بتاعتي وهفتدي كده اخسل ايه اخسل الكوبايات اه طبعا فيه ناس كتير دلوقتي هتقول لي ايه اللي انت راح هتعمل لي يوم وفيله وبعد عن مدة اسبوع ليه يوم وفيله فاخر الفيديو حبيبتي انا هقولك ايه السبب اللي هخليني مش هنزل روتينات مش هقدر انزل روتينات يعني خالص وحطة عنده الطيور مش هقدر انزل لكم اي فديوات عن الطيور المدة اسبوع اه هو مفروض اكتر من اسبوع بس انا المدة اسبوع بس يعني انا ما اقدرش اكتر من اسبوع اقدرش ما اعملش حاجة في الشقة طبعا اه وهخبز العش البلدي برضو وهيه هزل العش بتاعي واخبزه وحطه في التلاقي على اساس انا ما اخبزش ولا اعملش حاجة وثبت الغسيل انا طبعا الغسالة الاطوماتيك فحط فيها الغسيل فبطلحولي ناشف وجهز في شغل احطه كده على البلاكوني المدة 10 دقايق وبال امه تاني شايفين انا باخد من البريل اللي بعملته دلوقت شايفين الرغوة الرغوة يعني مش جادر اقول لكم الكوباية لما باجي اشطفها من البريل كمية بريل يعني امرضش الشطف كده يعني مرة واثنين وثلاثة شايفين حتة الرخامة الصغنون دي اللي محتوطة جنب الحوض حلوة خالص دي بحط فيها عليها العلبة بتاعت اكل الطيور واي حاجة بتفضل معايا من وكل الطيور يعني انا وبطبخ دي بقطع طماطم بقطع بطاطس بقطع اي حاجة بصل لاتوم اي حاجة بحطها جوه العلبة دي على اخر النهار باخد العلبة الحاجات اللي انا جمعتها بواجه الاكل البيت باخدها بطلحها للفراخ بتاعتي بطلحها للبط بتاعي بس فانا بحطها في الحتة دي اللي كنتوا شايفينها دي الوقت انا باخسل الموعية اي طبعا انا في الوقت دي كنت بحطت كزا حطها في الغسالي غسالة الاوتوماتيك كامل ما حطيتش غسالتش على النص اوتوماتيك لان انا بش كنت مش فيجا اصلا ان انا اخسل على الغسالة النص اوتوماتيك فحطيت كزا حطها ونشرته مع البلاكوني يعني في حاجات كتير انا اختصرتها في الفيديو عشان الفيديو تلاقيته بيجي طويل جدا عليكم وما تزهجوش منه بعد ما خلص الغسيل طبعا ونشرته جلت فرش السرر كله وهفرش دلوقت فرش السرر بالكامل وهنروح دلوقت بعد ما خلص الموعيد هنروح نفرش قط النوم وقط الاطفال بس الكنب بيش هفرشه على سان خاطر الكنب لسا الفرش بتاعه على البلاكونة ما نشيفش شايفين الكوبايات لما انا بدعكها بتلمع يعني الرغوة رغوة البريل حاجة جميلة بجاد انا بجيب كذا كذا كيس يعني كيسين تلاتة وبخليهم في الشقة على اساس اول ما البريل يخلص معايا في اي وقت اعمل الكيس على قول هنا دي الحط الباليستيكية دي انا حطها كده في المطبقية عشان خاطر ارص عليها الكوبايات دي كوبايات العصير انا اشطفها الاول كده واحطها على الحط الصفة جنبي وبعد كده هرصها دولك مع بعضيني شايفين الكوبايات بيجب بتلمع بيد طبعا المياه ما قضعشش ابدا المياه قاعدة عندي على طول المياه اللي كنت محرومة منها بجاد المياه بيش بتقطع ابدا عندي عشان خاطر انا عندي دي لوق مطور المطور مطلعني المياه فانا في اي وقت طبعا باوز اخسل مواعين بتحتي باخسليه اما الاول كنت المواعين تقعد عندك في الحوض لغاية ما تيجي المياه الليلة مقدر اخسليه خلاص ديني شطفت الكوبايات ستكوني بيجب بتلمع شايفين الرغوة جوه الحوض مش راضية تطفى يعني رغوة البريل يعني شيدة جدا خلاص كده خلصت اشطف الحوض بتاع طبعا احنا دعكنا وغسلنا بس انا كل اللي عملته هشطفه بكاني البريل اللي انا غسلت بيه الكوبايات وبعد كده هنبتدي ارص الكوبايات بتحتي همسك كده الكوبايات هنروح لما الكوبايات شوية كده المطباقية بتاعتني الجميلة دي اغضي المطباقية بعد ما غسلت الجزء دي طبعا انا الطباقة كنت غسلها وصبت الصفت كويس هرصي كوبايات العصير من جوه انا عندي كوبايات عصير تاني كتير بس الطجم دي حلو وسط كده وبيعجبني وخمته نظيفة فعشان كده انا بخليه هو دايما في المطبخ وفي النيش انا حطه باجي اطجم العصير كله في النيش الاطجم اللي انا مش بستخدمه حطها في النيش واي حاجة انا بستخدمه في المطبخ طبعا حطها جوه المطبخ هتقولي ده انت معندي كيش غير ضرفتين بس دولاب مطبخ يامو فيله ازاي المواعين بتاحتك شايلة ستقولي انا مرتب المطبخ على قد ما بقدر ومخليه شايل المواعين وكله كوبايات بيجي تبتل مع جزاز جزاز كده شايفين بيجي زي الفل واضحوض نظيف معاني ودعكت البتجاز وخليته زي الفل طبعا انا لما خلصت كده وقلعت من المطبخ كنت مشطبة المطبخ وغاصلة ومسحة تلاجة ومسحة ديب في ريزر وعملت كده ارفف في المطبخ هبجي اوريها لكم كده في اخر الفيديو دخلنا على قط النوم هفرش المفرش دي طبعا انا كنت منتفضة القوضة تنفضة حلوة عشان خاضر انا مسحت الخشب ومسحت البلاط وكنست طبعا انا مسحت الصالة جدامكم وكملت كنس الشجة لاني كنس الشجة بياخد وقت معاي لاني الشجة كبيرة واسعي فبتاخد وقت معاي في الكنس خلاص كده هفرش الطجم الحلو اللي انتو شايفينه دي بجد الطجم ده انا مسحت منا فصلته وهو اللون بتاعه جاعد زي ما هو اللون بتاعه جاعد زي ما هو لونه جميل والوانه زهية زي ما هي الدي الالوان اللي هي التركي اللي بقوله عليها سيري دي بجد الوان سابتة ومهما بخسلي اللون بيش بيبهت ابدا انا مفصلة كده ومخليها مرسوم رسم على المخدات على ستبقى كده متناسق وحلو خلاص كده هفرش السرير كله لبس المخدات معاكم وبعد كده هوريكم السرير هو مفروش وهوريكم قط الاطفال هي ومفروشة برضو لان انا عشان الفيديو بيجي طويل جدا عليكم انتو طبعا محتارين ايه يا مفيلو اللي انت هتعمليه يا مفيلو حاضر انا هقولكم بس في اخر الفيديو وبرضو ممكن ممكن قبل ما انا اروح جمع اعملي الحاجة دي ممكن اعملكم روتين عند الطيور على اساس انا مقدرش شيء يعني اقعد السبوع دي برضو منضفش عند الطيور لان عند الطيور بيطلع تراب شديد جدا لما بنضب فرشت قط النوم ودي قط الاطفال بعد ما فرشته الوان قط الاطفال جميل جدا جدا اللون الجميل ستجوني مخلي القوضة زهية وحلوة مخليها قطة اطفال بجد يعني اللون جميل ومبهج وانا بحب الالوان دي جدا خلصت قط الاطفال بوريك هنا قطي قط الاطفال ودوقتي انا بعد كده دين بوريك هنا ان انا نضفت المكني وعلى هاش غير الشغل اللي انا مشتغله يعني عاملة فرش كنب للناس خلاص كده انا خلصت بعملك جولة في الشقة من انا من عند الطرقة ديت النيش ورا الباب على طول شايفين انا حط النيش بشواخت غيرها جنب صغير خالص النيش زي ما انتو شايفين بشواخت غير وجنب صغير وانا فرشتش الكنب لاني فرش الكنب كان لسي ما نشوفش من على البلكوني وقادي الصالة مسحناها وخلناها زي الفل طبعا هوريك كل حاجة بالتفصيل ايه الحاجة يامو فيله اللي انت رايحة تعمليه وانت مش رادية تقول ان علي الله هقولك انا طبعا رحت كشفت الفلمون علشان خاطر الفلمون قال لي يا ماما انا مش بشوفه على الصبورة واللي بتكتب المس انا مش بعرف اجراء رحت انا عملته كشف فبالمرة قلت اعمل كشف على عيني لان انا من سنة فاتت كنت كشفة كده على عيني فكانت فيه دكتور جايلي ان عندك العين الشمال ضعيفة وعايزت تعمل لها عملية فانا لما كشفت الكشف التاني دي فراح الدكتور جايلي انت دلوقت سنك مناسب جدا السن بتاعك انا عندي 30 سنة فعشان كده السن بتاعي مناسب فجايلي بدل ما انت تلبس النظارة وانت ست بيت بتخبز على الفرن اللي هي البلدي فطبعا ما ينفعش خالص انك تلبس النظارة فهنعملك اللي هي عملية الليزج اللي هي العملية العيون طبعا مركز المستقبل في السهاج حوالنا عليها عملت الاشاعات عملت الاشاعات والتحاليل وكل حاجة كده خلاص فيش غير ان اخد التحاليل بتاعتي والاشاعات وهروح اوريها للدكتور فهحدد لي معادي العملية فانا اعمله جايلي انت هيبقى نظرك ستة على ستة لانت نظرك انك انت لسه صغيرة في السن فمناسبة جدا للكي العملية جايلي افضل من النظارة بدل ما تلبس النظارة فتعملها هي باوريك هنا انا باوريك هنا انا فرش الكنب بحطه في الغسالة الاوتوماتيك كامل باخصل حطة حطة لغاية ما تخلصه يعني بس كده وغسلت الحمام وشطبته ونظفته وخليته زي الفل والشاجة كنت مخلصها خالص بانا اعملت جولة فيها كده بعد ما انا خلصتها وخليتها زي العسل طبعا انا ليه عملت الروتين الصعب دي تعبتي فيه جدا جدا الروتين دي انا عملته مبارح بس تقولي انا تعبتي فيه يعني مفروض تشجعوني بك دي تحطونا لايق عشان الفيديو يشاف يشاف واكتر من كزا واحد يستفاد منه لاننا بجد الفيديو تعبني جدا هنا عملت ارفف جنب دولاب المطبخ هوريها لك دلوك الارفف دي شايفين كل حاجة بتلمع في المطبخ المطبخ طبعا كبير وعندي شباكين دول انا هعملهم ستاير هوريكم الستاير اللي انا هعملها وهوريها لكم ادي الارفف الجيدة اللي انا عملتي الارفف دي حل وخالص شايفين انا عملت تلات ارفف دول انا اللي عملتهم بيدي وانا اللي دجيتهم ادجاهم في دولاب المطبخ امدجاهمش في الحيقة ودي الطرابيزة اللي هي بتاعة الدجيج انا بحط فيها الدجيج من جوه ودي الغسالة النص مركونة على اي جنب بجد انا نظفة التنظيفة العام القضية لان الدكتور قال لي بعد ما انت تعمل العملية ما ينفعش خالص انك انت تجرب للم الدخاني ولا للم التراب وتبعدي عن ضوء الشمس شوي لغاية ما العملية المدة اسبوع هو قال لي مدة كبيرة بس المدة اسبوع بس انا النهاردة بالليل هروح اخذ التحاليل والاشعاد ورايح الى الدكتور عشان يحدد لي معادل عملية بتاعت عيني وان شاء الله هعمله وقال لي هترجع زي كأنك ترجع عشرين سنة لورا بجد العملية دي حلوة خالص بتخلي النظر بيريح ستة على ستي وقال لي هي نسبة ليلة خاصة اللي عندك فهعملها لك فتخلي عيونك حلوة خالص هي اسميها عملية الليزج للعيون حوالنا على المستقبل مركز المستقبل لسهاج يعني المركز ده كبير جدا كل الدكتور بتعمل فيه العمليات ودي الفيديو بتاعنا النهاردة وروتيننا يا رب يكون عجبكم وفيديو بتاعنا يكون عجبكم ستكوني أنا شجعت بيكم وليكم عشان نعمل الفيديو دي لاني بجد هاجد عليه مسافة كبيرة الفيديو ديت والروتين دي لغت ما هنزلكم فيديوهات تاني طبعا هعوج عليكم اكتر من اسبوع بوركي هنا ان فيه نور اضاءة كده نور هادئ بولعه في الاوضاء واده النور لما بطفل لون النور ديت وبولع النور التاني بيبقى لونه جميل جدا شايفين هو بس مش واضح في التصوير نور هو بيدي بنبي بموف لون حلو خالص حتى الطيور بيش هقدر اعمل فيها عندها روتينات عشان خاطر التراب اللي بيطلع عند الطيور زي ما انتو عارفين الريش بيبقى طاير والتراب كتير عشان كده بيش هروح لما الطيور ولا اعمل اي روتينات الاسبوع دي ولوست معايا لغاية كده ما تنسينيش فاللايك وشير وتفعليلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يجمل احلى متبعيد